السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم اليوم إن شاء الله راح ناخذ الدرس الثالث الوحدة السابعة للصف الأول متوسط خلونا نشوف عن إيش يتكلم كونفزيشن راح يكون صفحة الأولى كونفزيشن والصفحة الثانية راح تكون ريدين اللي هي كونفزيشن يعني محادثة الثانية اللي هي قراءة خلونا نشوف أول صفحة عندنا بين مين ومين المحادثة وعن ماذا تتحدث المحادثة بين نيل وليو نيل وليو خلونا نشوف إيش المحادثة بينهم نيل هاي أهلا ليو ألا تتذكر تتذكرني ألا تتذكرني نيل ريبورتز I was أنا يعني اسمه قاعد يقول له ألا تتذكرني نيل ريبورتز اسمي نيل I was in your class كنت في فصلك in ninth grade في المرحلة التاسعة أو السنة التاسعة بين قالوا ليو oh yeah sure نعم أكيد I remember you أتذكرك how are the things how are things يعني كيف حالك معناها how are you معناها خلاص نيل okay do you ever seen any of our old classmates قال له حسنا هل رأيت أي أحد من من الزملاءنا اللي كانوا في الفصل ليو not very often يعني ليس بالعادة how about you ماذا عنك أنت يعني يحول له السؤال هو قال له هل أنت شفت أحد من فصل اللي كان معنا في هذه الأيام يعني قال له لا مو بالعادة لكن أنت شراء what about you ماذا عنك أنت يعني أنت كتشفت جاء قال له نيل from time to time من وقت إلى آخر remember كيث أندرسون هل تذكر كيث أندرسون he was always the winner of the school كان دائما الرابح في المسابقات المدرسة competitions he is هو management consult now هو في إدارة الاستشارة الآن قال له you really what about Derek Adams ماذا عن Derek Adams he was really smart كان جدا ذكي قال له نيل yes he was نعم كان كذلك now he is successful businessman هو الآن رجل أعمال ناجح and my boss وهو رئيسي في العمل أوكي ليو you are kidding you are kidding يعني أنت تمزح قاعد يقول له كذا يعني مصدق خلاص نقرأ القطاع من الثاني أو المحادثة نيل hi ليو don't you remember me نيل روبرت I was in your class in ninth grade ليو oh yeah sure I remember you how are things نيل okay do you ever see any of our old classmates not very often how about you نيل from time to time remember Keith Anderson he was always the winner of school competitions he's a management consultant now ليو ليو what about Derek Adams he was really smart نيل yes he was now he's a successful businessman and my boss ليو you are kidding خلاص طيب ننتقل للأسئلة wear ليو and نيل أو ننتقل للمحادثة الريدنج لأنه رح يكون طويل الفيديو ناخذ الريدنج على الطول هنا نشوف هنا شخص يلعب كرة السالة خلنشوف مكتوب a real gaint يعني عملاق حقيقي real حقيقي gaint عملاق اوكي لأنه العمالقة يذكروها في القصص والحكايات والأساطير لكن هذا عملاق حقيقي موجود خلونا نشوف من هذا العملاق يقول لك in china في الصين his nickname is لقبه little gaint يعني القزم little صغير gaint عملاق العملاق الصغير كيف يعني عمره صغير لكنه عملاق اوكي in the west they called him great wall يعني ينقبوه بالجدار العظيم اوكي يومنج اسموه يومنج is هو seven feet six inch طوله سبعة اقدام وستة انش يعني كم متر two اثنين متر وتساوى عشرين سانتي two point twenty nine متر طول طول he was born هو ولد on september في september twelve اوكي nineteen eighty يعني 1980 في شانجهاي china في الصين his parents والديه were born tall both were both tall يعني اثنين والديه الام والاب كانوا طوال اثنين هم اصلا ام وابو كانوا طوال يعني اخذ طول منهم their beds were extra long كان سريرهم زائد في الطول يعني لما يسوون سرير يسوون زيادة في الطول and their clothes وملابسهم and shoes واحذيتهم were in special large كان size كان طويل خلاص ملابسهم واحذيتهم كانت طويلة his dad ابيه was successful basketball player ابيه كان لاعب كرة سلة شاطر اكي تمام your wasn't your wasn't interest in basketball يقول لك ليس كان مهتم interest يعني مهتم او في كرة السلة as a child وحندما كان طفلا he was tall هو كان طويل but لكن very thin يعني جدا نحي and he wasn't very strong هو لم يكن قوي okay قوي your parents والديه were very encouraging and and by the age بعد العمر of 12 he was seriously about basketball بعد بعد صار عمر 12 بدأ يهتم في basketball his progress at shanghai shanghai sports academy كان اول شي رح عند مدرسة الرياضة في shanghai was excellent كان جدا نمتاز soon he was on his local youth team بعد ذلك اصبح في فريق الناشئين your big chance to play for the chinese national team كان فرصة جيدة ليلعب في فريق الصيني الوطني الصيني was in 1999 in Asian club في كأس الاسيوي by 2002 في 2002 he was a member of هو كان عضو في Houston Rocket في فريق Houston Rocket one of the top professional teams in the US كان من أفضل الفرق الموجودة في امريكا at the opening ceremony في افتتاح الموسم of the Olympic Games في الولمبياد in Beijing في 2008 he was the flag carrier هو كان اللي يحمل العلم for the entire china team لفريق الصين and a member of the basketball وكان عضو من أعضاء الكرة السلة يوم يوم مين a celebrity هو مشهور and his smiling face ووجهه المبتسم appears يظهر in commercial around في الإعلانات التجارية حول العالم around the world he has fans هو لديه كثير من المعجبين everywhere في كل مكان يحب في وقت فراغ أنه يذهب إلى الصين بيته في الصين ويستمتع بطبخ أمة هو يفتقد أصدقاؤه في البيت and playing video games نقرأ النص بعد ما ترجم ها in china his nickname is little gained in the west they called him the great wall yao ming is 7 feet inches 2.29 meters tall he was born on september 12 1980 in shanghai china his parents were both tall their bed were extra long and their clothes and shoes were in special large sizes his dad was successful basketball player yao wasn't interested in basketball as a child he was tall but very thin and he wasn't very strong yao parents were very encouraging and by the age of 12 he was serious about basketball his progress at Shanghai sports academy was excellent soon he was on his local youth team yao picked chance to play for the chinese national team was in 1999 in the asian cup by 2002 he was member of the hosting rocket one of the top professional teams in the usa at the opening ceremony of the Olympic Games in Beijing in 2008 he was the flag carrier for the entire chinese team and member of the basketball team yao ming in celebrity and his smiling face appears in commercial around the world he was fans everywhere in his free time yao likes to go home to china and enjoy his mom's cooking he says he miss hanging out with his friends at home and playing video games كلا نكون خلصنا القطعة أتمنى يا رب يكون درس سهل في محادثة وفي عندنا reading إذا عندكم أي سؤال أي استفسار اكتبوا لي تحت في التعليقات واشتركوا في القناة فعلوا زر التنبيهات ولا تنسون اللايك حتى يلتطف قيمة الفيديو وتكون في وسائل بحث اليوتيوب نلتقي إن شاء الله في فيديو قادم إلى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع وداعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي